هذه البلدة عين كارم في جبال اليهودية في منطقة جميلة جدا مكان ولادة يحنى في هذه المنطقة وين القديسة مريم العذراء جاءت وزارة ألي صبات تعتبر كنيسة الزيارة زيارة مريم لألي صبات زكريا أعطي الشرف العظيم ليقدم البخور على مذبح البخور في الهيكل وهذا الجزء من الهيكل كان في منطقة تسمى القدس وين موجود مائدة الوجوه أو خبز المائدة وأيضا المنارة وكان مذبح البخور مقابل الحجاب حجاب اللي هو طبعا الغطاء مقابل قدس الأقداس كان يقدم البخور طبعا قبل الذبيحة الصباحية وبعد الذبيحة المسائية كان بقدمه هذه الذبيحة مرتين في اليوم وعندما دخل اتأخر والناس استغربت من هذا التأخير لأنه ملاك الرب ظهر لزكريا وشجع زكريا أن لا يخاف وأنه الرب رح يصنع معجزة الرب رح يفتقد زكريا والإصابات اللي كانوا بيعتبروا عوجيز يعني ما في أي مجال أو أي إمكانية أنه ممكن يخلفوا بهذا العمر لكن الرب أعطى هذا الشرف وأعطى هذا الامتياز لزكريا ظهر الملاك وطبعا لوقة يذكر ظهورات ملائكية كثيرة بالأحرى 23 مرة يذكر كلمة الملائكة وأيضا بيسمي بعض الملائكة الكتاب المقدس بيسمي الاسم مايكل أو ميخايل بيسمي الاسم جبرائيل ملاك البشارة بشر القديسة مريم العذراء وبشر أيضا زكريا وأليصابات بقدوم يحنى المعمدان بعد الانقطاع 400 سنة الرب أعد من خلال هذا الزوج أن يأتي يحنى المعمدان ليهيئ طريق الرب بروح وقوة إليا النبي فبشر بمجيء يحنى وأن يحنى يكون ممتلئ من الروح القدس من بطن أمه وأن يحنى يكون نذير الرب لا يشرب مسكرا أو خمرا وأنه نبي العلي الذي يهيئ طبعا يقدم المسيح إلى إسرائيل